كالتا أكبر جنباري في العالم قد كيلة قد نصدرها في الحلم اه حلمت ان انا كالتا جنباري أكبر قوي ومهم سحيت من نوم نفسي راحت له وقليل قوي ما نفسي بتروح لأكلها فقلت لمراتي تعمل لنا شوية جنباري النهار جنباري؟ جنباري ايه؟ تعرفت جنباري كم؟ انت مش عاش في الدنيا ولا ايه؟ والمصروف هيجيب ايه ولا ايه؟ اقول لك على حاجة خد مصروف البيت وهات اللي تجيبه ومشي البيت بطريقتك طيب يا ستي عايزة كام طيب الاكلة دي ما تقلش عن 400 جنيه طبعا احنا كرجالة عادتنا دايما ان احنا شطار وبنفاصل في مصروف البيت دايما وفاصلت معاها بس انا بفاصل وقلت طيب انا بجيبها البيت السجار بكام هدت دنيا وبعد ما فاصلت معاها قمت مجدها 150 جنيه ومهم جيت اخر النهار قلت ادخل المطبخ هنقنق كده عندما تجهز الغداء دخلت لقيت اطباق مرصوصة كده على الرخامة سلطات والرز منقوع وجايبها سمك بلتي قلت اشتر مهم ما قعدت ادور عالجنباري مش لقيه قلت اكيد عيناه فببص في الاطباق المرصوصة بتاعت السلطة لمحت طبق شكله غريب دا من السلطة فقمت مقرب طبق شوية عليها اللي قدامكو دا فقلت دا حاجة شبه الجنباري اكيد دا نوع جديد لان هي بتحب تخترع في الاكل سعاتي فبتجيب حاجات غريبة كده ايه دا 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 ايه نعم بنسبة ان انا شوف حطيت الجنباري مش وصلة نص عولت صبايا فقلت ممكن هتعمل عليها شربة تعمل جنبي حاجة بتاع فانا قديت عليها فبقول لها فين الجنباري والله ايه مالقي اللي في ايه لك دا دا جنباري هنبتدي نستظرف لا والله مش باستظرف بس طب دا يتاكل ازاي زي البنا قدمين طب والبنا قدمين بتاكله ازاي بعيش يعني عيش ايه هو هيكفي لا احنا هنحط على الرز وبعد ايه ولا قبل ايه ونقر اه اه زي الرز بكبدة كده يعني تمام فببص على الرز اللي قيتها عامل كيلو ونص رز على الطبق دا طبعا بعد ما الجنباري استوى بقى قد الرزاية فكله بقى سيح في بعض وياه المهم ان نستنتج ايمي الفيديو لها عشان يبقى ليه لازمة ومفيد اوعى تفاصل مع مراتك في مصروف البيت ابدا صدق انها تخسر اوعى تعاند معها وتحاول انك تمسك مصروف البيت صدق انها تخسر انا جربت اقولك اوعى تطلب اي اكل الموجود كله وما تحلمش بالجنباري